وفي ذات السياق دان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون حرق سياسيا يمنيا متطرف لنسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم وكتب كريسترسون تغريدة اليوم قال فيها إن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما مضيفا بأن حرق كتب تمثل قدسية لكثيرين عمل مشين للغاية هذا وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة